السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري أهلا بيكم في سنة جديدة إن شاء الله ومكملين مع بعض في مدتنا الجميلة جدا قانون العمل والتأمينات الطلبة الجدد اللي داخلين سنة تالتة السنة دي بإذن الله عندكم مادة اسمها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية المادة دي بتتكلم على إيه؟ بتتذكر إزاي؟ بتيجي في الامتحان إزاي؟ كل اللي يخطر على بالك هنقولك في خلال الحرقات القادمة بإذن الله طيب الحلقة بتاعت النهار ده إيه؟ الحلقة بتاعت النهار ده هتعرفنا مدخل قانون العمل بمعنى هنشوف المادة كلها بتتكلم على إيه؟ المادة دي القانون ده معمول مين؟ هل هو فيه قانون عمل بس ولا فيه حاجة تانية مع المادة؟ طيب مبدئيا كده المادة دي مادة شيقة جدا 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 هتستفيد منها إن شاء الله بإذن الله لما تلتحق في سوق العمل هتفيدك جدا هتفيدك في إيه؟ أول ما بتلتحق بأي شركة أو أي مكان تشتغل فيه القانون ده هيفيدك هيفيدك إن أنت تعرف حقوقك لدى صاحب العمل اللي أنت بتشتغل عنده هتعرف كمان التزاماتك الالتزامات اللي عليك تجاه صاحب العمل كمان هتعرف أجازاتك إيه؟ وجازات اللي ممكن يجوز توقعها عليك كل ده في المادة دي طيب يا مستر هل المادة دي بتتكلم بس على قانون العمل؟ لا الكتاب بتاعنا أو المنهج بتاعنا مقسم إلى سلاس أجزاء إيه هم الأجزاء دول؟ أول قانون عندنا اللي هو قانون العمل أو بنسميه قانون رقم 12 لسنة 2003 وده قانون العمل الجزء الثاني قانون التأمينات لسنة 1975 وده خاص بالمعاشات وده في بعض الحالات العملية مسائل يعني على كيفية إيجاد المعاش وجميع أنواع المعاش طيب الجزء الثالث الجزء الثالث بتكلم على قانون 81 لسنة 2016 أو ما يسمى قانون الخدمة المدنية طبعا أول ما تسمع الكلام ده هتتخض هو هتتخض لأن المادة دي يعني أنا عايزك كده إيه؟ تحب المادة لأن المادة دي مادة وإنت بتاخدها كده هتعرف معلومات أول مرة تعرفها هتعرف معلومات تفيدك بعيدا عن الدراسة والامتحان الامتحان بإذن الله هتعرف تحل بكل حاجة لكن هتفيدك في التحاقق بأي شغل تشتغله طيب المادة دي هذكرها إزاي؟ بص المادة مش محتاجة حرص إحنا مع بعض كلنا إحنا في خدمتك هنا المادة هنشرحها لك بأسلوب بسيط جدا بأسلوب شاير جدا في نهاية كل حلقة هنقول أسئلة والأسئلة دي إنت تشاركنا فيها أو تشاركينا فيها كطالب أو كطالبة في الدبلوم السنة دي إن شاء الله ومع بعض أي حاجة ما فهمتهاش هتبعد تقول لنا إحنا ما فهمتش بيه النقطة دي صعبة النقطة دي شوحة تاني النقطة دي دينا عليها مثال كأنك بالضبط بتاخد درس في بيتك درس مخصوص لك إنت طيب المادة بتاعتنا دي بتتكلم على إيه؟ يعني إيه قانون عمل؟ يعني إيه قانون تأمينات؟ يعني إيه قانون خدمة مدنية؟ خلينا نبدأ مع بعض كده فكرة عامة عن الجزء الأول في المنهج قانون العمل أو ما يسمى قانون 12 لسنة 2003 والقانون ده معمول لمين بالضبط؟ هل معمول للعامل؟ ولا معمول للموظف؟ كل اللي أنا بقوله ده الكلام اللي هنوضحه هيجاوب على جميع الأسئلة اللي احنا بنسألها دي في البداية كده هو يعني إيه قانون عمل؟ وهل قانون زي ما انتم فهمين؟ أو أنا فهم؟ أو الناس اللي بتتفرج يعني قواعد قانونية؟ طبعا طالما قلنا كلمة قانون يبقى فعلا قواعد قانونية طيب يعني إيه قواعد قانونية؟ تشريعات يعني إيه تشريعات؟ وخلي بالك لما أقول كلمة تشريعات عمالية خد بالك من الكلمة تشريعات عمالية طب التشريعات معناها إيه؟ كلمة تشريعات معناها قوانين وعمالية يعني قانون عمل إذن التشريعات العمالية قانون وقم 12 لسنة 2003 قانون العمل التلاتة بمعنى واحد مبدئيا كده هقول تاني النقطة دي لما اقول لك كلمة قانون العمل قانون 12 لسنة 2003 او التشريعات العمالية كلها بمعنى واحد كلمة تشريعات معنى قوانين طيب قانون ده لما تم تشريعه كان نقصد بمين قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نفهم حاجة مهمة جدا اي عمل في الدنيا اي عمل في الدنيا اي عمل انساني بينقصم الى نوعين العمل العام والعمل الخاص اول معلومة عندك سجلها العمل الانساني ينقصم الى نوعين عمل عام وعمل خاص طب استنى يا مستر بس يعني ايه عمل عام ويعني ايه عمل خاص مبدئيا كده هناخدها وهنحرف العمل العام والعمل الخاص لكن العمل العام ده هو اللي بيشغل إحدى الوظائف الإدارية في الدولة يعني موظف في الحكومة ده العمل العام وهنقول تعريفه دلوقتي أنا مش في التعريفات وفي الحفظ أنا بس الأول ببسط لك الأمور عشان تبقى فامحنا هنتكلم على إيه عشان الأمور ما تبقى الصعبة عليك يبقى الأمور بسطة جدا المادة زي ما أنا قلت لك مادة ممتعة جدا 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 يبقى العمل العام مبدئيا كده أي حد شغال في الجهاز الإداري في الدولة ده عمل عام طيب العمل الخاص أي حد مش شغال في الجهاز الإداري في الدولة يبقى عمل خاص تاني العمل العام أما بنجي نعرف في العمل العام بنقول إيه خد بالك من التعريف هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباروا سلطة ذات سيادة ما عندنا سيادة في بلدنا إلا للدولة ما عندنا سيادة إلا للدولة يبقى أي حد شغال في الحكومة أو شغال في الجهاز الإداري للدولة يبقى ده عمل عام طيب عمل عام ليه يا مصطر لإنه تابع للجهاز الإداري للدولة ويخضع ليه حساب شخص من أشخاص القانون العام يعني إيه القانون العام اللي بيمثله قانون الدولة باعتبارها سلطة زاد سيادة السلطة دي زاد سيادة وإحنا فاهمين ما فيه سيادة على أرض الدولة إلا للدولة زاد نفسها أما العمل الخاص هو العمل اللي بيتم الحساب شخص من أشخاص القانون الخاص طيب بعيدا عن التعريف الكبير مش عايزين الكلام اللي يخض ده العمل العام هو العمل اللي انا شغال في الجهاز الادابي في الدولة اي حد مش شغال موظف في الدولة يبقى عمل خاص خلاص اتفقين على الكلام ده اما بالنسبة للتعريفات لما نيجي نقول العمل العام هو كتعريف بقى العمل العام هو العمل اللي بيتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباه بسلطة ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون رفع عليكم القانون الخاص طيب انت مستر بتقول قانون عمل هو قانون العمل ده لمين هل للقرطاع العام او العمل العام ولا العمل الخاص مبدئيا كده قانون العمل معمول عشان العمل الخاص تاني قانون العمل معمول عشان العمل الخاص يبقى ناخد اول معلومتين قلناهم كده على السريع العمل الانسان ينقسم الى ونعين يهم رفع عليكم العمل العام والعمل الخاص العمل العام والعمل الخاص قانون العمل معمول مين هل معمول او هل يطبق على القطاع العام ولا القطاع الخاص رفع عليكم على القطاع الخاص طيب حد من اللي قاعد كده يقول لي طب استنى استنى انت بتقول على القطاع الخاص طب ما هو انت على كلامك كده انا بابا في القطاع الخاص وما بتطبقش عليه قانون العمل اه انت كده ازا نقتيني بسؤال بقى هقولك لأ ليه لان العمل الخاص مش نوع واحد طب العمل العام نوع واحد اسمه موظف بتفعين العمل العام نوع واحد اسمه موظف ده مناش علاقة به اما العمل الخاص يقسم الى ثلاث انواع طب ايه هما الثلاث انواع دول بتوع العمل الخاص العمل المشترك العمل المشترك والعمل المستقل والعمل التابع يبقى ينقسم العمل الخاص لكام نوع ثلاثة ايه هما عمل مستقل عمل مشترك عمل تابع لا احنا كده هنتوه لا مش هنتوه ولا حاجة خاصة تاني كده بسرعة العمل الانساني ينقسم الى نوعين ايه هما عمل عام وعمل خاص طيب لما أقول العمل الإنساني ينقسم إلى نوعين عمل عام وعمل خاص ولسه أليم من شوية أن قانون العمل هيطبق على أي رفع عليكم على القطاع الخاص لما يجي لك سؤال كده يباني أنه صعب لكن ركز في السؤال كده يقول لك إيه يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل مش ده العام وده الخاص قانون العمل هيطبق على الخاص صح يبقى من اللي خرق كده رفع عليكم العمل العام اه فعلا العمل العام يخرج من نطاق تطبيق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون الخدمة المدنية يبقى مبدئيا كده بما بنيجي نتكلم على قانون العمل بنقول ان اي عمل في الدنيا بينقسم الى نوعين عمل عام وعمل خاص العمل الخاص ينقسم الى سلاسة انواع مستقل ومسترق وتابع طب يا مستر ما تقول لنا كده ايه الفرق بين التلاتة وطيب طالما انت قلت قانون العمل الخاص بينقسم الى تلاتة اكيد مش هيتطبق على التلاتة رفع عليكم طيب ايه الفرق بين التلاتة بالبساطة جدا كده وهنعرف ليه هو بيعرفك الفرق بين التلاتة نبدأ بالعمل المشترك العمل المشترك ده عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية تاني عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية يعني ايه مستر هقولك يعني ايه لما اقول يخضع لسلطة جماعية يعني ايه سلطة جماعية يعني اللي موجود في العمل ده لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الوجبات طب يعني بمعنى ايه تاني يعني كده معناه ان مفيش حد شغال عنده حد مفيش حد تابع لحد طب برضو عايز يقول لنا ايه هو لو مفيش حد تابع لحد ما ينفعش اطبع علي قانون العمل هنا ليه هنعرف الكلام ده في التعريف دلوقتي يبقى الاول حاجة العمل المشترك عمل يخضع لسلطة جماعية اما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل للشخص لحساب نفسه يعني ايه لحساب نفسه يعني مثلا كده هندي مثال انا بشتغل سباك فني مثلا سباك كهربائي نجار المهنة المحترمة ديت انا بشتغل مهنة من دول طب هو انا كده عام ولا خاص هو انا سباك مش عند الحكومة يبقى عمل خاص برافو عليكم طب انا واحد من الخاص حد يقول لي خاص مستقل برافو لي خاص مستقل لان انا شغال عندي نفسي يعني ايه عندي نفسي مش تابع لحد مش شغال عند حد ما حدش بيمشى علي القانون بتاعه ويمشى علي انا لو جبت سباك البيت وقلت له ما تشتغل بسرعة او او ابسط كلمة هيقولها ايه هو انا شغال عندك كلمة شغال عندك دي معناها ايه هو انا تابع ليك اه يبقى هنا اذا التبعية دي حاجة مهمة جدا في قانون العمل ومن يعني من الاخر كده من غير تبعية ما فيش قانون عمل وهنفرم ليه دلوقتي النوع التالت من العمل الخاص العمل المستقل العمل ايه المستقل اللي قلنا صحيح النوع التالت العمل التابع يعني ايه مستر عمل تابع ويعني كلمة تبعية العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت ادارة وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل يعني ايه من يتم لحسابه العمل يعني صاحب العمل يعني انا تابع لواحد والواحد ده بشتغل تحت ادارته وتوجيهه ورقابته واشرافه بسمع كلامه بس مش ببلاش امال ايه مقابل اجر يعني لازم يبديني على الشغل اللي انا اشتغلته ده اجر طيب عشان ما تتوش مني تعالى كده اللخص ببساطة اللي احنا قلناه العمل الانساني ينقسم الى كام نوع برفع عليكم الى نوعين ايه هم النوعين دول عمل عام وعمل خاص طيب العمل الخاص كام نوع تمام مستقل ومشترك وتابع اه نقول تاني كده ببساطة العمل المستقل يستقل للشخص فيه لحساب نفسه شغال عند نفسه مشتبع لحد ولا شغال عند حد العمل المشترك هو عمل يخضع لسلطة جماعية عملية برضو ليهم نفس الحق وعليهم نفس الواجبات عايز يقولك ان ما فيش حد شغال عند حد اما النوع التالت العمل التابع العمل التابع ده هو العمل الذي يتم تحت رقابة وإدارة وتوجيه صاحب العمل اللي هو من يتم لحسابه العمل اللي هو صاحب العمل طب يا مستر انت قلت قانون العمل يطبق على القطاع الخاص والخاص انت حضرتك قلتنا ثلاث أنواع ايه هما الثلاث أنواع دول مستقل ومشترك وتابع طب هل يطرى هيتطبق على الثلاثة دول والله هيتطبق على واحد بس مبدئيا هو هيتطبق على واحد بس انهي واحد في الثلاثة مش هوانا اللي هقولك انا هشرح حاجة وانت من نفسك هتفهم هيتطبق على مين فيهم لما بنجي قانون العمل ده عبارة عن ايه مش اقول التعريف يعني هو فكرة عامة كده قانون العمل عبارة عن ايه عبارة عن مجموعة قواعد قانونية مجموعة قواعد المشارعين اللي بيحطوا القوانين حطوها مجموعة قواعد قانونية تحكم العلاقة تحكم مين العلاقة بين اتنين بين مين ومين بين العامل وصاحب العمل تاني بين العامل وصاحب العمل طيب ممكن يكون صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري تاني صاحب العمل ده ممكن يكون شخص طبيعي او اعتباري يعني ايه يعني انا لو شغال عند شخص بطبيعته من ادم ده شخص طبيعي طيب لو انا شغال في شركة كده شخصية اعتبارية توضيح اكتر انا شغال في شركة الامل شركة النور اي اسم شركة يعني كده انا شغال عند شخصية اعتبارية اسم صاحب العمل هنا شخصية اعتبارية غير لما اقول شغال عند محمد او احمد ده شخصية طبعية يبقى معنى الكلام ده كله ان صاحب العمل ممكن يكون ايه شخصية طبعية او اعتبارية طب ثواني بقى هو ينفع العامل يكون شخصية طبعية او اعتبارية لا طبعا لازم العامل يكون شخصية ايه طبعية فقط إنما صاحب العمل ممكن يكون شخصية طبيعية أو اعتبارية تاني قانون العمل عبارة عن مجموعة قواعد هتنظم العلاقة ما بين طرفين اتنين بس مين هم العامل وصاحب العمل خلي بالك كده قانون العمل مجموعة قواعد قانونية اسألك سؤال كده مين اللي هيحط القواعد دي الدولة تمام ما بين مين ومين ما بين العامل ومين صاحب العمل ودي بنسميها قاعدة السلاسية يعني هي قاعدة السلاسية تلاتة اللي أنا بقول عليهم دول دولة عامل صاحب عمل طب يا مستر ما انت بتقول قانون العمل ده يطبق على القطاع الخاص اللي دخل الدولة لا ما هو الدولة لازم تكون الحكم ما بين ما هو أنا عشان أنا كصاحب عمل هخاف من مين لازم هخاف من حد أقوى مني والدولة أقوى من العامل وأقوى من صاحب العمل هنا قائم من قانون العمل على مبدأ اسمه مبدأ السلاسية التلاتة دول الدولة تحط القانون يمشي على العامل ويمشي على صاحب العمل هي اللي تنظم العلاقة بينهم يبقى مجموعة قواعد قانونية تحكم وتنظم العلاقة النشئة بين عامل وصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو اعتباري خد بالك بقى من الجملة دي إذا توفر شرط التبعية إذا توفر شرط الايه؟ التبعية يعني ايه التبعية؟ لو أنا شغال عند حد أصلي ممكن كل اللي أنا قلته ده يتم معاعدة شرط التبعية وهنفهم الوقت إزاي؟ طيب يعني كده يا مستر لما أنت قلت شرط التبعية في التعريف وقلت إن أنواع العمل الخاص ثلاثة مستقل ومشترك وتابع لو أنا سألت السؤال المنطقي قانون العمل هنا هيتطبق على مين فيهم؟ رفع عليكم على العمل التابع قانون العمل يطبق على العمل التابع فقط لا يطبق على العمل المستقل ولا يطبق على العمل المشترك إنما يطبق على العمل الايه؟ على العمل التابع تاني مش هنمل ولو في أي حاجة مش مفهومة وغمضة عليك ابع تقول واسأل واحنا هنجاوب على سؤالك وهنتفق كده في اخر الحصة وفي اخر الدرس هنسيب سؤال للطالب او الطالبة اللي يقدر بيجاوب عليه ونرجعه في الحلقة اللي بعد كده واتجمع الاسئلة دي هتبقى عندك مفكرة مهمة جدا لامتحان اخر العام طيب نقول تاني اللي احنا قلناه قلنا ايه ان اي عمل بينقسم الى نوعين ايه هم بروضو عليكم عمل عام وعمل خاص العمل العام ده هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل اللي بيتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص طيب العمل الخاص ده بينقسم الى كام الى ثلاث انواع مستقل مشترق تابع العمل المستقل هو العمل من اسمه كده عمل مستقل انا باستقل بالعمل ده بنفسي زي مين زي الدكتور زي اه انا قلت الدكتور صح انا سمعت حد الوقت اقل استنى استنى دكتور ايه مش الدكتور دوت بيشتغل في المستشفى يبقى عمل عام مستشفى الحكومة اقول له برافو عليك لكن انا مقصدش الدكتور ده انا اقصد الدكتور ايوة اللي فاتح العيادة بالليل الدكتور اللي فاتح العيادة بالليل ده عمل مستقل المحاسب اللي فاتح مكتب محاسبة بالليل عمل مستقل المحامي اللي فاتح مكتب محاما بالليل ده عمل مستقل. القهربائي النجار الفان. اللي هو الحرف يعني. كل دي اعمال مستقلة. يستقل الشخص فيها لحساب نفسه. هو مش شغال عند حد. يا ما كلنا روحنا للدكتور وعدنا نستنى ومجاش الدكتور. هل هنا حد هيعاقب الدكتور. في قانون يقول للدكتور لازم تيجي فيه. مفيش. لانه عمل مستقل. تعال بقى لو الدكتور ده في مستشفى. بص بقى تعريف العمل العام. هو العمل الذي يتم الحساب شخص من اشخاص القانون العام. باعتباره سلطة ذات سيادة. يعني الدكتور ده لو في المستشفى الصبح ومجاش. ايه لا يحصل? ابسط حاجة هيتشطب عليه حضور وانصرف. مين اللي شطب عليه? اللي ليه سيادة? هنا قانون هو اللي شطب عليه. او القانون اللي عقبه. اما بالليل محدش يقدر يعقبه. ليه? لانه عمل مستقل. وان العمل المشترك ده عمل يخضع لسلطة جماعية. ولا يطبق عليه طبعا قانون العمل. اما العمل التابع ده العمل اللي بيتم تحت اضارة وتوجيه ورقابة صاحب العمل. بس مقابل اجر. مقابل ايه? اجر. طيب حتى يقول انت عملت وقول مقابل اجر. هو فيه شغل ببلاش. اه فيه شغل ببلاش. ايه بقى الشغل ببلاش ده? الشغل التطوعي. يعني ايه تطوعي? يعني انا بتطوع ان انا اقدي شغل معين. شغل فيه جمعية خيرية. فيه جمعية بتقدم خدمات للمجتمع. ده شغل. ما هو شغل. بروح الصبح واعمل خدمات. ده شغل. بس ده دون اجر. طب يا مستر احنا لدينا علاقة بيه اقول لك لا. العمل التبرعي او التطوعي لا يخضع لقانون العمل. وانما يحكم بمقتضى القانون المدني للدولة. تاني. العمل التطوعي. خلي بالك اصلي. من شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل باجر. طبعا الحلقة دي احنا بناخد فكرة عامة عن المنهج. مش مش مشين بالترتيب. يعني ابديك فكرة كده شايقة عن المنهج بتاعك. تاني. من شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل باجر. يعني ايه باجر? يعني انا لازم اخد اجر على العمل بتاعي. طب يا مستر ما كل الشغل باجر. لا. ما احنا لسه ايلين. في عمل تطوعي. انا بتطوع اللي انا بالعمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل. وإنما يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية. طيب ده بالنسبة لي أنواع العمل الخاصة. مستقل ومشترك وإيه. وتابع. طيب هل قانون العمل ده مهم؟ أنا بسأل هل قانون ده مهم؟ مهم جدا. ليه مهم بقى؟ قانون العمل ده أهميته في أنه بيستمد التشريعات بتاعته من المجتمع. يعني ليه أهمية اجتماعية وأهمية اقتصادية. أهمية اجتماعية وأهمية اقتصادية. وطبعا وسيلة لإثبات الزاد بالشغل. طيب. أهم من قططين فيه الأهمية بتاعته. يعني هي أهمية اجتماعية؟ قانون العمل ده هدفه إيه؟ الهدف الأسمى لقانون العمل. قانون العمل هدفه مجتمعي بحت. رفع مستوى طبقة معينة. رفع مستوى طبقة معينة. إيه الطبقة رفع عليك وطبقة العمال ما هو احنا قلنا القانون ده معمول لمين للعمل الخاص التابع والعمل التابع معناها ان حد شغال عند حد يعني عامل شغال عند صاحب عمل اذا القانون ده معمول ليه لرفع مستوى طبقات العمال طب ليه برفع مستوى طبقات العمال رفع عليك عشان ارفع مستوى المعيشة بتاعتهم طب يا مستر هو انا لما ارفع مستوى معيشة العمال والدخل بتاعهم يزيد. هل ده ليه تأثير على المجتمع ككل؟ على الاقتصاد طبعا. ما هنا النهاردة لما داخل يزيد قوة الشرائية هتزيد. ولو قوة الشرائية زادت حجم الطلب هيزيد. ولو حجم الطلب زاد حجم الانتاج المقابل للطلب ده هيزيد. ولو حجم الانتاج ده زاد هيحصل عملية انتعاش اقتصادي في الدولة. إذن أنا لما باهتم بطبقة معينة بيبقى لها مردود عام على المجتمع كله. ده بالنسبة الأهمية الاجتماعية أما الأهمية الاقتصادية قانون العمل. خد بالك من الجملة دي مهمة جدا. واكتبها من دلوقتي لأن الجملة مشروعة جدا وبتيجي في الامتحانات قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل ورأس المال المستثمر في الانتاج تاني. قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج. حد هيقول لي مش حددك لسه آيل ان قانون العمل بينزم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. هقول له ما اختلف ماش هو مين بيقوم بالعمل بربع عليكم العامل ومين اللي معه رأس المال صاحب العمل القانون معمول ليه عشان ينظم العلاقة بين الشغل اللي هو العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج كان قبل القانون العلاقة مش واضحة كان صاحب العمل بيستعبد العامل بيشغاله عدد ساعات براحته هو زي ما هو عايز بيدي له الاجر طبعا لما القانون تم تشريعه نظم كل ما احنا بنقول ايه مجموعة قواعد تنظيمية مجموعة قواعد قانونية ايجا تنظمت كل الحاجات دي ودت حق المين للعامل طبعا هنا اه عندنا اه برضو نقطة مهمة جدا اه الناس اصحاب الاعمال قالك ايه هو القانون حلو بس اه اه فيه عيب ايه العيب طيب او الانتقاد اللي وجه لقانون العمل ايه الحاجات اللي اخذت على قانون العمل انه كسير التكلفة انه كسير الايه التكلفة يعني القانون مكلف طيب تمام هو القانون مكلف واحنا معاهم ان القانون مكلف القانون معمول لمين ضربوا عليكم لصالح طبقات العمال يعني مكلف على مين وهنا لما اجيب حاجة غالية اه الغالي ده اه القانون مكلف يعني بتكلف فلوس كتير جدا اه سواء على الدولة او على اصحاب الاعمال طيب تمام بس انا هدف الاسم مين رفع طبقات العمال يعني لو قال لنا اه صح او غلط يؤخذ يؤخذ هنا معناها ينتقد او يعاب على قانون العمل انه كسير التكلفة بتكلف كتير اقول له اصح فعلا بيتكلف كتير لكن الرد على الناس اللي بتقول كده ايه يعني ايه رد عليهم انا مثلا لما تجيب حاجة غالية وترهلهم في البيت يقول لك الله الاميز ده جميل جدا بس عيبه حاجة واحدة طب ايه عيبه هو جميل وكل حاجة الاميز ده هو قانون العمل الاميز ده جميل جدا وكل حاجة بس عيبه حاجة واحدة طب ايه انه غالي يبقى هما معترفين ان الاميز جميل بس عيبه ايه غالي تبتد انت ترد بقى تبرر ارتفاع تمنه لو والله اصل الخامة كذا اصل مصنوع في بلد كذا اصل هتبتد فيدي مبررات فاحنا بنقول لهم احنا بنعترف ان قانون العمل مكلف اه لكن الرد على الناس اللي قالت مكلف دي بنرد عليهم نقول لهم ايه ان المقصود بالتشريعات العمالية رفع مستوى طبقات العمال يعني انا هدفي حتى لو هو مكلف ان انا ارفع طبقة معينة في المجتمع ومش اي طبقة احنا الطبقة العاملة دي او طبقة العمال دي احنا عندنا ما يعني يزيد عن 21 مليون عامل على مستوى الجمهورية يعني طبقة كبيرة جدا فالطبقة دي انا اهتم بيها وباش باهتم بيها عشان هي بس لا ما احنا قلنا انا لما اهتم الطبقة معينة في المجتمع بالذات الطبقة العاملة مستوى الداخل يزيد ولما مستوى داخلهم يزيد القوى الشرائية بتاعتهم تزيد اللي مش فهم الكلام دي يعني ايه انا مرتبى الف جنيه لما ايجا قانون العمل وتم تشريع وزيادت الاجر بقى مرتبى الفين طب انا لما كان معايا الف هل هاشتري زي ما يبقى معايا الفين لا طبعا قوة الشرائية هتزيد يعني ايه قوة الشرائية هبتدي اشتري من السوق يبقى الطلبة يزيد في السوق والطلب ده على ايه على جميع المنتجات والمنتجات بص ما هنا لو معايا فلوس بدل مركب مواصلة هركب تاكس بتاع التاكس هاشتغل بتاع التاكس وهو مروح بدل ما هو كان هجيب مش هجيب فاكه لا جاب فلوس والحياة هتمشي كده يبقى انا برفع طبقة والطبقة دي مؤسرة جدا انا بنتكلم في معدين العشرين مليون يبقى انا لما برفع مستوى الدخل بتاعهم انا برفع الاقتصاد القومي طيب دي بالنسبة ليه اهمية قانون العمل نفهم بس فيها نقطتين ان قانون العمل اه قانون العمل ده لرفع مستوى طبقات العمال ورفع مستوى المعيشة قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفين ايه هم الطرفين دول العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج طيب نلخص كده ورأة او قلم وبتدي لخص معايا اللي انا قلته بس عيد ترجع الحلقة وافهم الكلام كويس قوي مش هتحتاج لحرز نقول تاني اللي انا قلته اي عمل في الدنيا اللي بنسميه العمل الانساني ينقسم الى كم نوع برافو عليكم عمل عام وعمل خاص العمل العام هو العمل الذي يتم الاحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم الاحساب او تحت حساب شخص من اشخاص القانون الخاص وينقسم العمل الخاص الى ثلاث انواع ايه هم برافو مستقل مسترق تابع العمل المستقل يستقل الشخص فيه لحساب نفسه اما العمل المسترق ده عمل يخضع لسلطة جماعية عملية اما العمل التابع ده العمل اللي بيتم تحت توجيه ورقابة واشخاص صاحب العمل مقابل اجر طيب وقلنا ان القانون هينظم العلاقة ما بين طرفين منهم عامل وصاحب عمل وقلنا الكلام ده اسمه مبدأ السلاسية ما بين الدولة والعامل وصاحب العمل طيب قلنا كمان ان احنا عندنا الدولة قالت فيه او القانون اي جاءeth فيه شروط تطبيق قانون العمل او تطبيق قانون العمل من حيثه الموضوع من حيثه الاشخاص من غير الكلام المكالكا الكبير او ده يعني هين من حيثه الموضوع يعني شروط تطبيق قانون العمل اي عمل في الدنيا لازم يتعفى فيه ثلاث شروط عشان اقول يتطبق على القانون او ما يتطبقش على القانون تاني اي عمل اي عمل يعني ما تسأل واحد مثلا انت بتشتغل ايه اقدر اقولك انت تطبق عليك القانون ولا لا هعب ازاي تلت شروط لو تطبق عليك اقولك يطبق عليك القانون شرط واحد تم فقدانه يبقى لا يطبق عليك قانون العمل او لا يسوي عليك قانون العمل ده من حيث الموضوع اما من حيث الاشخاص هنتكلم على بنا قدمين ما بتطبقش عليهم قانون العمل يبقى هنا لما تسمع كلمة نطاق تطبيق نطاق كلمة نطاق يعني نطاق دي حاجتين الاشخاص والموضوع لو بتكلم على الموضوع بتكلم على المهنة شروط تطبيق قانون العمل يتطبق على المهنة دي ولا لا اما لما بتكلم على الاشخاص بتكلم على الفئات اللي يطبق او لا يطبق عليها القانون وبقول فئات يعني بناء دمين ناس طيب خلينا في نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع هناك ثلاث شروط لتطبيق قانون العمل تاني هناك ثلاث شروط لتطبيق قانون العمل فيه تلات شروط عشان اطبق قانون العمل على اي عمل عشان كده بنقول من حيث الموضوع موضوع العمل يعني الوقتي مثلا انا باشتغل نجاة باشتغل سواء تاكس هل يطبق علي القانون ولا لا قبل ما اقول او ولا لا هسألك تلات اسئلة لو جاوبت عليهم بالصح يطبق عليك القانون لو فيهم واحدة قلت لي عليها لا غلط انا مش كده لا يطبق عليك القانون يبقى انا هقولك تاني لو انا سألتك التلات اسئلة دول وجاوبت عليهم صح هقولك يطبق القانون عليك ولا لا يطبق عليك القانون هندي مثال كده مع بعض خلي بالك عشان احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على نطاق تقبيق قانون العمل من حيث الموضوع طيب ايه المثال اللي انا هقوله لو انا بشتغل مثلا دكتور او واحد بشتغل دكتور هل الدكتور يطبق عليه قانون العمل ولا لا عشان تعرف يطبق ولا لا اسأله التلات اسئلة دول اللي انا هقولهم والتلات اسئلة دول هم الشروط تطبيق قانون العمل اول سؤال هو انت يا دكتور عام ولا خاص هو فتح العيادة بالليل هيقولك ايه لا انا خاص يبقى اول حاجة انت ايه خاص اذا صح طب هو انت يا دكتور بتاخد اجر ولا ما بتاخدش لا انا باخد اجر يبقى تاني حاجة صح تالت سؤال هو انت يا دكتور تابع لحد بالليل في العيادة بتاعتك هيقولك لا طبعا يبقى تالت سؤال غلط اذا يا دكتور انت لا يطبق عليه قانون العمل طب ليه ما يطبقش عليه لان فقط شرط من التلاتة اللي هو شرط ايه رفو عليكم شرط التبعية تاني بقى ايه هي شرط تطبيق قانون العمل انا سألت تلات اسئلة انت عمل خاص يبقى اول شرط ان يكون العمل ايه خاص سألت السؤال التاني انت بتاخد اجر تاني شرط ان يكون العمل مأجور او باجر لان احنا قلنا في الاول لو العمل من غير اجر لا يطبق عليه قانون العمل يبقى اول شرط ان يكون العمل خاص تاني شرط ان يكون العمل باجر تالت شرط ان يكون العمل تابع اي عمل هتسأل فيه التلات اسئلة دول والله التلاتة صح يبقى يطبق قانون العمل فيهم واحدة بس مش موجودة لا يطبق عليهم قانون العمل ناخد مثال تاني عشان نفهم هنجيب حرة فيه وكلمة حرة فيه اللي هو احدى المهن الحربة مثلا زي السباك تعال هسألك سؤال انت عمل خاص ولا عام لا يعمل مش بشتغل في الحكومة يبقى عمل خاص ادي اول شرط طب انت لما بتروح تصلح حاجة في السباكة بتاخد فلوس ولا بتاخدش لا طبعا باخد يبقى دي تاني شرط اللي هو الايه الاجر طب انت تابع لحد يعني ايه تابع انت شغال عند حد لا انا بشتغلش عند حد كلمة ما بشتغلش عند حد دي يعني انا فقدت الشرط التبعية طب دي يتطبع للقانون ما تطبقش على القانون ناخد مثال ثالث لان انا عايز اوصل لحاجة هنا ناخد مثال ثالث للمحاسب اللي عنده مكتب محاسبة بالليل طب انت عام ولا خاص لا انا خاص مش شغال في الحكومة طيب هل انت بتاخد اجر على شغلك او طبعا باخد اجر على شغلي يبقى كده شرطين خاص وبأجر طب انت تابع لحد لا انا مش تابع ومش شغال عند حد يبقى فقد الشرط التالث اخدين بنا من حاجة تمام كل اللي بيفقد بيفقد شرط واحد اللي هو شرط الايه التبعية اللي بقى عشان كده لما جينا نفهم المفهوم البسيط لقانون العمل قلنا ايه اذا توفر شرط التبعية ده التبعية دي بص خد القعدة دي اي عمل خاص اي عمل خاص يفرق في تطبيق قانون العمل ولا لا يفرق معه شرط واحد بس شرط التبعية ليه انا بقول اي عمل خاص بقى يتطبق فيه العمل الخاص ده اول شرط وطبيع اي عمل خاص بقى يعني الاتنين موجودين الحاجة الوحيدة اللي هتفرق شرط التبعية طب ما تدينا مثال بقى يا مستر على ان يتطبق عليه قانون العمل نجيب عامل عام محمد البسيطي اللي شغال في المصنع الفلاني تعامي محمد انت عام خاص ولا عام لا انا خاص انا شغال في شركة خاصة طيب تمام بتاخد فلوس ولا بتاخدش باخد فلوس يبقى كده خاص وكده ايه بياخد فلوس اللي هو اجر يعني طب انت تابع لحد اه طبعا تابع لفلان تابع لصاحب المصنع يبقى انت هنا يطبق عليه قانون العمل لان التلات شروط اتوفرهم عشان كده قلنا ايه العمل التابع يعني ايه عمل تابع هو خد بالك من التعريف عام محمد اللي شغال في المصنع تعال كده نطبع عليه التعريف بنقول ايه هو العمل اللي يتم الحساب وادارة وتوجيه واشراف صاحب العمل يعني عم محمد ده شغال وبيسمع كلام صاحب الشغل وتحت اشراف وتوجيه بس بلاش لا مقابل ايه مقابل اجر يبقى عندنا نفهم من اللي انا قلته والامثلة دي كم شرط لتطبيق قانون العمل سلاش شروط يبقى نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع ثلاثة او شروط تطبيق قانون العمل او شروط سرايان كلمة سرايان معناها تطبيق قانون العمل عندنا تلات شروط ايه هم التلات شروط دول ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر او مأجور ان يكون العمل تابع تاني الخص اللي انا قلته برضو يعني انا مش هسيبك تسرح مني خليك معايا كده على طول ومركز هتورع وقلم واكتب اللي انا عايز اوصله لك عايزين المادة دي نحبها عشان نعرف نفهمها ونعرف نحل فيها على فكرة لو انت استمتعت بالمادة اي شؤال هتحله لو انت فهنت المادة وحبتها وده ان شاء الله باذن الله ده اللي هنحاول نبسطه لك مش المادة دي في كل المواد باذن الله اللي احنا هنبقى معاك فيها طيب نلخص كده اللي احنا قلناه قلنا هنا ان العمل الانساني ينقسم الى نوعين عام وخاص عام وخاص العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص ان العمل الخاص ينقسم الى ثلاث انواع مستقل مشترك تابع مستقل مشترك تابع ان قانون العمل لما تم تشريعه كان جاي عشان ينظم العلاقة ما بين اتنين منهم عامل وصاحب عمل واحد شغال عند واحد واحد تابع لواحد نظم قانون العمل للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو اعتباري شخص طبيعي أو اعتباري إذا طبعا توفر شرط التبعية وتكلمنا باستفادة عن كلمة التبعية قلنا التبعية أو العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت توجيه وإدارة وإشراف ورقابة من يتم الحساب العمل اللي هو صاحب العمل مقابل أجر قلنا هناك أو نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع أو شروط تطبيق قانون العمل أو شروط سريان قانون العمل أن يكون العمل خاص أن يكون العمل بأجر أن يكون العمل تابع هذا ثلاث شروط أهم طيب نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الأشخاص يعني إيه كلام الكبير ده يعني قانون العمل هيطبق على مين على الناس برضو يعني ايه ما هنا عندي بناءة مين هعرف مين القانون ده يطبق عليه ولا ما يطبقش عليه فئات معينة طيب نوضح فكرة كده قانون العمل قائم على فكرة الاستبعاد وده اللي بيميز قانون العمل عن اي قانون تاني قائم على فكرة الاستبعاد يعني ايه استبعاد يعني ايه كلمة استبعاد دي عشان نفهم كلمة استبعاد دي هد مثال للطلبة والطلبة كلهم عارفين المثال عايفين القصة اللي انا احكي فيها دي لو انتوا في الفصل والفصل ده مثلا يعني 30 طالب حاضر النهاردة منه 3 غايب كام 27 لما تيجوا تاخدوا الغياب بتاع الفصل ده بنكتب مين هنكتب 27 اسم الغايبين ولا بنكتب كلمة الحاضرين ونكتب 3 تمام بنكتب الحاضرين طب احنا عملنا كده ليه اصلا مستر الحاضرين قليلين انما الغايبين ايه كتير احنا كمان في قانون العمل نفس الفكرة بالزبط ايه الفكرة دي الحاضرين عندنا قليلين اللي مش هيتطبق عليهم قانون العمل قليلين اما اللي هيتطبق عليه قانون العمل كتير طب انا هقول مين هقولك كتير ولا اقول القليل اللي مش هيتطبق والباقي يتطبق علي القانون تاني تاني نوضح النقطة دي قانون العمل قائم على فكرة الاستبعد يعني ايه الاستبعد يعني هو استبعد استبعد تلاتة قال دول مش هيتطبق عليهم قانون العمل طب والباقي يطبق عليه قانون العمل طب القانون عمل كده ليه الأصل اللي هيتم استبعادهم دول قاله مش هيتطبق عليهم القانون عدد قليل من الفئات مش عدد قليل يعني العدد لا يعني هما تلات فئات بس مش هيتطبق عليهم القانون طب والباقي يطبق علي القانون طيب يعني السؤال بتاعني ايه دلوقتي السؤال هيبقى كده الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل أو الفئات المستثنى من قانون العمل أو الفئات التي لا يسري عليها قانون العمل هقول تاني التلات أسئلة لأنهم كلهم بمعنى واحد الناس اللي مش هتطبق عليها قانون العمل بس الصيغة بتاعة الكلام عشان أنت بتحل أي سؤال في الكتاب صيغة الكلام بالنسبة لك تبقى سهلة ووضحة هيجي يقول لك كده ما هي الفئات المستثنى من قانون العمل ما هي الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل أو ما هي الفئات المستبعدة من قانون العمل طيب من هم الفئات دول؟ عندنا ثلاث فئات أول فئة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تاني جميع العاملين في الجهاز الإداري والوحدات الحكم المحلي طيب يعني إيه الجهاز الإداري للدولة؟ كلمة دي أنت قلتها في الأول يا مستر قال لهم العمل الإيه؟ وفعوا لكم العمل العام طبعا العمل العام هنا مش هتطبق عليه قانون العمل طب ليه ده فقط اول شرط اول شرط كان ايه برافت ان يكون العمل ايه خاص وهم عمل ايه عام يبقى خلاص تم استبعادهم دول. طب هو يعني ايه مستبعد تم استبعادهم يعني الناس دي وحشة يعني ولا ايه? لأ مش معناه كده خالص معناه ان لهم قانون تاني يتحكموا بيه. مش هينفع اطبق قانونين عليهم. يعني لما اقول تم استبعاد جميع العاملين في الدولة يعني مش هتطبع عليهم قانون العمل طب ليه اصلهم عمل عام يخضعوا القانون اسمه قانون 81 لسنة 2016 قانون خدمة مدني يعني قانون تاني غير اللي احنا بنتكلم فيه ما هو انا عايز اتاخد بالك من حاجة مش معنى ان انا بقول ما بطبقش القانون على الفئة دي انهم ما لهمش قانون لا ده انا ما بطبقش عليهم القانون لانهم لهم قانون يحكمهم اصلا طيب يبقى اول فئة بيتم استبعادها جميع العاملين في الجهاز الاداري للدولة الفئة التانية عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم مين هم عمال الخدمة المنزلية دول يعني احنا بنتكلم على الصفراجي البواب البي بي سي طب الناس دي يعني بتقدم خدمات منزلية دول ما بيخضعوش لقانون العمل طيب الفئة التالتة اسرة صاحب العمل أسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا أو بشرط أن يكون يعولهم يعولهم يعني إيه بيصرف عليهم طيب عندنا ثلاث فئات بيتم استبعادهم من قانون العمل إيه هما الثلاث فئات دول نقولهم تاني فئات يتم استبعادها من قانون العمل أو الفئات المستثناء من قانون العمل إيه هما الثلاث فئات دول جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم أسرة صاحب العمل الذي يعلهم فعلا يبقى دول الفئات اللي مش هتطبق عليهم قانون العمل طيب نرجع تاني ونعيد أنا كأن بالضبط بشرح لك لوحدك أنت وانت بشرح كل واحد لوحده هعيد تاني اللي أنا قلته والورقة والألم واللخص اللي احنا قلناه تاني قلنا العمل الإنساني ينقسم إلى كم نوع الوضع عليكم عام وخاص ايه العمل العام ايه الفرق بين العمل العام والعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم اه تحت او لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتبار بسلطة ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص قلنا انواع العمل الخاص ثلاثة العمل المشترق العمل المستقل العمل التابع تعريفاتهم ايه ببساطة قلنا العمل المستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب نفسه هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب نفسه العمل المشترك هو عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية أما العمل التابع له موضوعنا والقانون معمول عشانه هو العمل الذي يتم لحساب شخص أو تحت إضارة وإشراف ورقابة وتوجيه من يتم لحسابه العمل اللي هو كلمة من يتم لحسابه العمل اللي هو صاحب العمل ده أنواع العمل الخاص قلنا نقطتين مهمين جدا ويا بيت دول تكتبهم كملحوظات مهمين جدا أن نقطتين دول يؤخذ على قانون العمل ويؤخذ هنا معناها انتقاد حاجة مش هما ناس شايفنا أن دي عيب في قانون العمل يؤخذ على قانون العمل أنه كسير التكلفة وإحنا بنقول لهم آه احنا بنقول معاكم هو كسير التكلفة لكن الرد على الكلام ده إيه أن قانون العمل جاء ليرفع طبقة معينة اللي هي ايه طبقات العاملين بالدولة العمال يعني طبقات العمال أنا عايز أرفع على الطبقة دي ورفعها إزاي أزود من مستوى معاشتها طيب قلنا كمان نقطة مهمة من أهم من أهمية قانون العمل أهمية اقتصادية أن القانون ينظم العلاقة ما بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج قلنا كمان هناك فئات لا يطبق عليها قانون العمل أو الفئات المستثناء من قانون العمل أو الفئات المستبعدة من قانون العمل أو الفئات التي لا يسر عليها قانون العمل عندك ثلاث فئات إيه هما الثلاث فئات دول أول فئة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي رقم اثنين عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم رقم ثلاثة أسرة صاحب العمل إذا كان يعلهم طيب هما مستر بس الثلاث فئات دول اللي ما بتطبقش عليهم قانون العمل لا عندنا كمان طواقف لا يطبق عليها قانون العمل تاني طواقف لا يطبق عليها قانون العمل السؤال المنطقي طب ليه مستر محطاش الطواقف مع الفئات انت اللي جاوبتها مش أنا انت قلت ايه ليه محطاش الطواقف مع الفئات هقولك ليه لان دي طواقف ودي فئات الفئة هنا معناها ايه مجموعة من الناس كتيرة أما كلمة طائفة أهم بيمثلهم بس مش أعداد كبيرة عشان كده خلناهم طواقف وخلي بالك هرجع أقولك تاني مش معنى أن أنا بقول ما بيتطبقش عليه قانون العمل إنه وحش لأ إنه ليه قانون بيحكمه يعني الطواقف دي زي إيه عشان تفهم بس عندنا مثلا العمال البحريون لا يطبق عليهم قانون العمل دول من الطواقف التي لا يطبق عليها قانون العمل طب ليه مستر ما العمل البحري ده خاصه بأجره وتابع لأنه ليه قانون اسمه القانون البحري قانون البحري ده قانون بيحكم العلاقة في العمال البحريين يبقى أنا مش هطبق عليه قانونين عشان كده بنقول الطواقف دي عندنا العمال البحريون عمال المناجم والمحاجر الناس اللي شغالين في المناجم لا يطبق عليهم قانون العمل دول من الطواقف التي لا يسع عليها قانون العمل كمان عندنا العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة برضو لهم قانون تاني العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة قانون الصحافة العملين بالمناطق الحرة كل دول اسمهم طواقف لا يطبق عليها قانون العمل يبقى احنا زي ما شفنا فكرة بسيطة كده على الجزء الاول في قانون العمل الجزء بسيط جدا الكلام بسيط جدا يعني تخيل اللي انا قلته ده في الاضراب والاغلاق ناخدهم في الحالة الجاية بخلصنا الباب الاول كفهم مش كحفز المادة مش عايزك تحفظها خالص المادة عايزك تستمتع بيها يعني المادة زي ما قلنا لو انا في امتها هقدر اجاوب على اي سؤال فيها يبقى احنا النهار ده كلمنا على ايه كلمنا على العمل عام عمل خاص وعرفنا ايه الفئر بين العام والخاص العمل العام ده اللي شغالين في الجهاز الاداري للدولة العمل الخاص هو العمل الذي يتم الحساب شخص من اشخاص القانون الخاص عرفنا انواع العمل الخاص ثلاث انواع مستقل مشترك تابع مستقل مشترك تابع طيب في سؤال في الحلقة بقى انا سيبه في نهاية الحلقة السؤال ده بيقول ايه اذكر الشرط الذي يفرق اي عمل خاص في تطبيق قانون العمل ايه الشرط اللي هيطبق وباذن الله كده نلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته